ونبدأ مع سلسلة تطوير حساب من الصفر ونبدأ مع الموافقة على شروط اللعبة بالسماح لها للوصول الى الملفات الخاصة بنا على الهاتف كذلك ننتظر حتى تعطينا هذا الشعار الخاص بكونامي اصدقاء كما تجاهدون بعد ذلك سوف تظهر معنا هذه الواجهة نختار اللغة الانجليزية طبعا ثم نضغط بعد ذلك على دون ثم سوف تظهر معنا واجهة اخرى لاختيار الدولة فانا مثلا من المغرب لذلك سوف اقوم باختيار المغرب الاصدقاء وكذلك المستفيد من الحساب سوف يظهر للمغرب وتظهر معنا الاعلان الخاص باللعبة ننتظر حتى ينتهي هذا الاعلانshots業 ثم بعد ذلك سوف تظهر معنا واجهة اللعبة هكذا نقوم بالضغط على الساشة بشكل عادي نقوم بالموافقة على شروط اللعبة نضغط على اكسيت ثم مرة اخرى نضغط على اكسيت الآن سوف نختار الاسم الذي سوف يظهر لنا داخل اللعبة مثلا انا سوف اقوم بكتابة اسم القناة الخاص بالأصدقاء مثلا اقوم بكتابة الان جيمز بارك ما تشاهدون نقوم بكتابة جيمز بارك ثم نضغط على العلامة اوكي الان نضغط لكن يا اصدقاء يقول لنا ان هذا الحساب هذا الاسم مستعمل من قبل نقوم باضافة رقم واحد ثم تم الموافقة على الاسم والان يا اصدقاء ننتظر يقول لنا انه يجب علينا تحميل بعض البيانات حجمها 65 ميجا نضغط وننتظر حتى ينتهي التحميل الاصدقاء ماذا سوف تعطينا اللعبة الان كما تشاهدون الان اعطتنا اختيار ستايل اللعب انا افضل انا العب بكلاسيك لذلك سوف اضغط على كلاسيك ثم بعد ذلك ترى حبينا اللعب كما تشاهدون ثم نضغط ثم نختار المنتخب الذي سوف ألعب مثلا العبي منتخب بالارجنتين للذلك سوف أختار ثم والنيكس مرة اخرى يا اصدقاء والان كما تشاهدون رسميا دخلنا الى اللعبة وتم انشاء الحساب. تعطينا اللعبة كل هذه الاعلانات. يعني هذه هي التي ظهرت لنا اول مرة بعد ان قمنا بالتحديث. ظهرت معنا كل هذه الاعلانات وكما تشاهدون كل هذه الجوائز مثلا اندونيسيا ماليزيا طايراند وكذلك فرنسا. الان نقوم بتخطي كل هذه الاعلانات التي تظهر معنا كما تشاهدون يعني الاعلانات الخاصة بالحماية ومعلومات حول اللعبة يعني عندك اللاعب جديد. يعني هذه الاعلانات كما قلت لكم سابقا اصدقاء ظهرت معنا فورا قيامنا بتعديد. الان بعد هنا قمنا بتخطي كل هذه اعلاناتي. نقوم بالضغط مرة اخرى على اخر اعلان. وهي اللعبات الان كما تشاهدون. هذه كل الاحداث الموجودة في اللعب يعنى بشكل عادي اصدقائنا. نقوم بدخول الى التشكيل الخاص بنا. نضغط او وهذه هي التشكيلة كما تشاهدون يعني تشكيلة ضعيفة. يجب علينا التطوير الاصطقاء. نقوم بالرجوع. والان نقوم بالسلام الهدايا الخاصة بين اصدقائنا. نضغط على curve ball. والان قمنا بسلام جميع الهدايا. الان اصدقاء سوف يبدأ الفيديو الحقيقة وسوف نبدأ اولا مع تفتيح الباكجات. نضغط على كونترا هنا كما تشاهدون سوف يعطيني جميع الباكجات الهدية التي حصلت علينا. نضغط على سبيشل بلايرليس. بعد ذلك سوف تظهر معنا الباكجات كما تشاهدون. هناك الباكج المدافعين وباكج البرازيل. وهناك كذلك الباكجات كأسهل عن كما تشاهدون لعبي الأسبوع وكل شيء. المهم سوف نقوم بالذهاب ونبدأ مع باكج فرنسا. اول الباكجات التي سوف نقوم بفتحها في هذا الحساب الجديد. اصدقاء. واتمنى الحصول على مبابي او اي لاعب رائع مشابه لقوة مبابي. نضغط على فري ساين وننتظر حتى يفتح معنا الباكج. ونتمنى ان نحصل على لاعب جديد اصدقاء. ننتظر هنا اصدقاء. من اللاعب الذي سوف تعطيه لنا كونامي مع اول تجربة في هذا الحساب الجديد. وهل سوف نكون محضوظين ام لا ننتظر اصدقاء. هل سوف يكون مبابي ام لا ننتظر. اتمنى ان او اعطتنا الحارس. يعني صراحة لا احتاج الحراس الان بقدر ما احتاج المهاجمين للفوز في الاحتاج والحصول على اللاعبين. كما تشاهدون لدينا يعني فرصة اخرى. لدينا اربع فرص اصدقاء. ننتظر ونقوم بالفاتح مرة اخرى. وننتظر هل سوف نحصل على ام لا نقوم بتخطي اعلان التحاقد مع اللاعب. حصلنا على وسط ميدان. نقوم الان بالتجربة التالية هنا اصدقاء. اعتقد اننا سوف نحصل على ام بابي. يعني حتى الان حصلنا على حارس وحصلنا على وسط ميدان. والان ها نحن نحصل على ام بابي اصدقاء. كما تشاهدون ام بابي سوف يكون مفيد لنا الان للفوز في الاحداث. يعني هذه فرصة جيدة حتى تقوموا كذلك بانشاء حسابات جديدة يا اصدقاء. لانه مثلا هذه الفرصة يعني تحصل على في حساب جديد. هذا شيء سوف يساعدك على تطوير حسابك بسرعة. الفتحة الرابعة هنا اصدقاء نقوم بفتح للمرة الرابعة. ونقوم بتخطي اعلان التعاقد مع اللاعب. يعني نرى اللاعب الذي حصلنا عليه. حصلنا على وسام بنيد الاستقاء. كذلك اللاعب جيد. نضعه في الهجوم. والان مع اخر محاولة هو اللاعب الذي سوف نحصل عليه. اصدقاء نقوم بفتح لاخر مرة. نرى اللاعب الذي سوف نحصل عليه. اوكي. تخطي الاعلان. وحصلنا على بفارد. يعني حصلنا على حارس ومدافع وسط ميدان ومهاجمين. يعني هناك تنوع في المراكز وهذا الشيء جميل سوف يشكل يعني قوة جيدة للفريق. الان نقوم بالعودة الى الفريق. ونقوم بتفريغ التشكيلة. وبعد ذلك نرى الاحداث المتبقية والباكتجات المتبقية لفتحها. نقوم بالدخول الى التشكيلة كما تشاهدون هذه هي تشكيلة تشكيلة ضعيفة الى اقصى. حد نقوم الان بتفريغ التشكيلة. وكيف نقوم بتفريغ التشكيلة? نقوم بالروشوي هنا. ثم بعد ذلك سوف نقوم بالدخول الى مركز اللاعبين. نقوم بالضغط اولا على هنا. ثم بعد ذلك ضغط اوكي. وعد ذلك سوف يضر معنا اللاعبين. نقوم بنزول اخر شيء هنا وندغط على كما تشاهدون نقوم بتحديد بعض اللاعبين. هنا ونضغط على ونقوم ببيع اللاعبين. كما تشاهدون اصدقاء يمكنك مBen discourage من اللاعبين وسوف تحصل يعني على بعض من اللاعبين او اي شيء. نرى موهم نقوم ببيع جميع اللاعبين الذين لن نحتاجهم في التشكيل يعني انا صراحة اللي احتاج بعض اللاعبين. نقوم ببيع مثل احتاج ظاهر ايصر اقوم مثلا باحتياج بعض اللاعبين مثلا وكذلك سوف احتاج يعني اللاعبين الذين سوف احتاج مراكزهم لان اقوم ببيعهم واقوم ببيع اللاعبين الباقيين يعني لا يمكنني بيع هذا الكم من اللاعبين مثلا سوف اترك اللاعبين اخرين هل يمكنني الان بيع اللاعبين يجب علي التعاقد مع لاعبين جدد اصدقاء حتى يمكنني بيع هؤلاء اللاعبين المهم مثلا نقوم بترك بعض اللاعبين ونقوم ببيع لاعبين اخرين مثلا هذا اللاعب الذي لان احتاجه يعني لا يمكنني بيع اي لعب سوف اقوم الان بالعودة الى التشكيلة الخاصة به ارى يعني كيف اصبحت التشكيلة هنا اصطقاء. كما تشاهدون يعني قمت ببيع لاعبين هنا من الاحتياط. وكذلك اه تشكيل بقية كما هي. لكن يجب علي الآن الذهاب وفشح باكجات اخرى للحصول على لاعبين اكثر اصطقاء. نقوم بالرجوع الى الباكجات هنا نقوم بالفشح المزيد من الباكجات. نقوم بالذهاب يعني الى المحاولات المجانية التي لديها هنا اصطقاء. كما تشاهدون هذلك العديد من المحاولات المجانية التي يمكنني استغلالها والحصول على لاعبين من خلالها. نقوم بفتح هذا الباكج كذلك نقوم بتخطي اعلان يعني هؤلاء اللاعبين لنسوا مهمين بشكل كبير يعني فقط لاجل اتمام التشكيل الى اصطقاء نقوم بفتح هذا الباكج يعني لديها ثلاثة محاولات يعني شي جميل ان تحصل على كل هذه المحاولات مع بدايتك في الحساب. يدريك الى اصطقاء هذه فرصة موتي لجميع لبدء حسابات جديدة ولانشاء حساب قوي يمكنكم يعني بيعه او يعني اللاعب به او كما تريدوني اصطقاء المهم نقوم بفتح هذه الباكجات يا اصطقاء لدي فرصة اخرى كذلك يمكنني اتعقد مع لاعب اخر. والجميل في هذه الباكجات اصطقاء ولدي حد جيد صراحة حصلت على لاعبين مختلفين في كل مركز يعني لم احصل على لاعبين يعني مكرارين في نفس المركز او ايشي يعني كل لاعب في مركز مختلف لذلك هذا شي جميل وصوف يساعدوني على بناء فريق قوي اصطقاء كذلك هنا لدي ثلاثة محاولات في هذا الباكج نقوم بفتحي هنا نقوم بتخطي الاعلان اوكي سكيب حسنا حصلنا على لاعب مرة اخرى كما تشاهدون يعني لاعبين منوعين في مراكز متعددة وسط الميدان وكذلك في الهجوم يعني ما ينقصني انوى الحصول اعتقد على قلب دفاع ولعب مثلا ام اف وسوف تكون التشكيلة مكتملة ويمكنني اللاعب والفوز في العديد من المباراة سواء الاوفلاين او الاولاين وبجميع المستويات. الان وبعد ان انتهينا من باكج ماليزيا ننتقل الى باكج تايلاندي اصطقاء كذلك الذي في ثلاثة محاولات مجانية سوف اقوم بفتحي بسرعة يعني حتى لا يكون الباكج تطويل بشكل كبير اما سوف نقوم بفتح الباكج امامكم اصطقاء نقوم بالضغط على اول محاولة هنا. الان خلاص يا اصطقاء انتهينا من المحاولات المجانية كما تشاهدون جميع الباكجات اعتقد لما تبقى اي باكج الفتح بالمجان. المهم نقوم الان بالرجوع الى التشكيلة الخاصة هنا يا اصطقاء. يعني هؤلاء هم اللاعبين الذين تعطيهم اليك اللعبة في اول مرة وهؤلاء هم اللاعبين الذين حصلنا عليهم. نقوم الان بالرجوع ونقوم يعني بتفريق التشكيل مرة اخرى لنرى يعني كم اللاعبين الذين يمكنني بيعهم. يعني لعبين الذي لا نحتاجهم يا اصطقاء نقوم بتغطيرها. اوكي هنا نقوم بتحديد هؤلاء اللاعبين. نرى يعني هل يمكنني بيع مزيد من اللاعبين. ويمكنني كذلك شراء لاعبين جديد. يعني يمكنني بيع هذا الكم من اللاعبين. نقوم بنقص بعض اللاعبين هنا اصطقاء. اوكي نقوم ببيع مثلا عشرة لاعبين فقط. يعني اوكي يمكنني بيع اللاعبين اصطقاء. نقوم بالرجوع الان. نرى هل تم بيع اللاعبين بنجاح. اوكي. نقوم الان بدخل الى التشكيل. وكم تشاهدون تبقى معي فقط خمسة اللاعبين في التشكيلة. وجميع اللاعبين الاخرين يختفوا بعد البيعين. الان سوف اقوم بتعاقد مع بعض اللاعبين. واقوم ببيع هؤلاء اللاعبين. اشتركوا في القناة الان اصدقاء وبعد ان قمنا بالتحقود معها. خمس لاعبين سوف اقوم الان ببيع خمس لاعبين حتى تصبح التشكيلة فارغة. نقوم بالنظر ونقوم ببيع مثلا هذا اللاعبون يعني اللاعبين الذين هم في التشكيلة اقوم ببيعهم اصدقاء كذلك هذا اللاعب وهذا اللاعبين خمسة لاعبين نقوم ببيعهم الان. اوكي. وتم بيع اللاعبين بنجاح. اوكي. نقوم الان بالعودة الى التشكيلة الخاصة بالاصدقاء وسوف نجدها فارغة. كما تشاهدون لا يوجد اي لاعب في التشكيلة الخاصة بي. يعني تشكيلة فارغة. الان اصدقاء سوف نقوم بملك هذه التشكيلة باللعبين الذين قمنا بشرائهم. اضغط على واضغط على مثلا اوكي. واتظهر مع التشكيله. وكذلك يمكنكم مثلا اضغط على اه لا احصائية اللعب. لكن سوف تكون يعني الانسجن سوف يكون قليل. لذلك انصح بي ونرى يعني السطايل الخاص بها التشكيلة لديه اصدقاء. انظروا مثلا الى التشكيلة يعني السطايل الذي سوف العب به. قد يكون يعني اي سطايل مناسب لي مثلا يعني لديه لاعبين مختلفين من فرنسا من ماليزيا وطايلاند. يعني اه اريد يعني فقط ان اضبط لاحب واحد يعني اللعب الذي سوف اعتمد عليه حتى الان يعني لا اعرفوي اصدقاء لذلك سوف اقوم اولا بضبط التشكيلة هنا اضغط على اربعة ثلاثة واحد اثنان ثم اقوم بالضغط على اوطو بيك بلايرز مار اخرى ونرى يعني هل سوف تكون التشكيلة الجيدة. الان اصبحت التشكيلة هكذا كما تشاهدون اصدقاء وهذه هي تشكيلة التي سوف العبع وهذا هو الاحتياط الخاص بي اصدقاء. والان سوف نبدأ المباريات حتى نجمع جي بي ونجمع باكجات اصدقاء. قوم الان بلع مباراة وسوف اعود لكم بعد انتهاء المباريات. وبما ان الحساب جديد فقد ظهر معي هذا الحدث الخاص بفرنسا الغير موجود لدى الاشخاص القادمين في اللعبة. فهذا الحدث اصدقاء كان موجود سابقا. لكن بما ان الحدث جديد فيمكنني الاستفادة من هذا الحدث والحصول على مئة كونز. ذلك هذا هو اول حدث سوف ابدأ به اصدقاء واقوم بالاعفي للحصول على مئة كونز وكذلك سوف اقوم بفتح احد الباكجات مثل الباكج البرازيل حتى احصل على لاعبين اقوياء اصدقاء واقوم بتدعيم التشكيلة. اقوم الان اصدقاء بضبط الاعدادات بما انه الحساب جديد فوجدت ان الاعدادات يعني غير مناسبة لي لانا في الحساب القديم اعتمد على اعدادات اخرى بينما وجدت في هذا الحساب اعدادات مخشل في ذلك الان اقوم بضبط الاعدادات الاستقاء يعني اقوم بضبط بعض الاشياء مثلا يعني انا لا احب يعني ان العبي في الكنترول يعني العب ببريشو ستايل لذلك قمت بضبطه. بعد الانتهاء من الحدث فرنسي اصدقاء. سوف ننتقل الان الى الحدث الثاني القاس بالمتخابات للحصول على الهدية المجانية وهي صفقة فرصة الاستقاء كذلك التي سوف تمكننا من الحصول على لاعب قوي لتدعيم التشكيلة. نقوم بالتغط على انتر هنا اصدقاء. بعد ذلك سوف نبدأ المباريات مرة اخرى ونقوم آآ لاستفادة من هذه المزايا الاستقاء الموجودة في هذه الهدية. نقوم بوضع مليجندي يعني حتى نقوم بالاسراع في تحصيل النقاط. او كذلك نقوم بضبط الخط الاستقاء. نقوم بالضغط على اه كما تشاهدون يعني يعني حتى تنتهي كذلك من الحدث بسرعة. نقوم بضبط اللاعباء هكذا. الان اصبح كل شيء جيد اصدقاء. والان ننتقل ونقوم بالدخول في مباراة وحتى نحصل على صفقة فرصة. ونقوم بفتحة كذلك للحصول على لاعب ندعم به التشكيل. شكرا الآن وبعد السلامة الهدية اصدقاء سوف نقوم بالدهاب والسلامة الجوائز الكاملة الخاصة بين اصدقاء. بعد ذلك سوف نقوم بفتحة الباكجيت. نقوم بالدخول الى الجوائز الخاصة بين هنا اصدقاء. بعد ذلك نقوم باستلامها جميعا كما تشاهدون. سوف نحصل على كوينز وفتاقات تدريب. وكذلك على صفقة فرصة المجانية. ونقوم الان بالتوجه الى كونترا هنا. بعد ذلك الى وصوف يدر معنا جميع الباكجيت وهو الباكج الخاص من اصدقاء كما تشاهدون. نقوم بالتغطية الفري فري مرة اخرى. وسوف ننتظر حتى يفتحنا على الباكج. ونرى اللاعب الذي سوف نحصل عليه. واتمنى ان يكون لاعب جيد. يعني نحن نحتاج لعبين جيدين الان لان لانه لدينا لعبين متوسطين صراحة. ولكن كانوا جيدين في الملعب. ننتظر لعب خمس نجوم. وننتظر الان اللاعب الذي سوف نحصل عليه. اتمنى ان يكون لعب جيد اصدقاء ومفيد لانا ان شاء الله. لعب من فرنسا. لعب تيو هيرنانديز يا اصدقاء. كما تشاهدون اللعب تيو هيرنانديز الذي يلعب في مركز الظاهير الايصر. سوف يكون مفيد لانه لدينا بافارد في مركز الظاهير الايمن. وتيو هيرنانديز الان في مركز الظاهير الايصر. يعني سوف يكون لدينا دفاع جيد من ناحية الاظاهرة ان شاء الله اصدقاء نقوم بقفل اللاعب لاننا سوف نحتاجه في المباريات القادمة خاصة المباريات الاونلاين. تبقت معي الان مئة قولوا لي اصدقاء هل افتح في اه المدافعين او البرازيل او يعني اقوم فقط بتجميع الكنز يعني لا افتح على اي الان او اقوم بتجميع الكنز وشراء يعني قولوا لي اذا كنتم تريدون اني ان افتح يعني على اي من الموجودة الان بمئة كوينز مثل البرازيل اصدقاء ونحصل على لاعبنا وقوم بتجميع الكنز. يعني شاركوني معلوماتكم يا اصدقاء حتى يعني لا نقوم باي تصرف خاضع. نقوم الان باضافة تيو هيرنانديز الى التشكيلة هنا اصدقاء. اوكي. الان اصبح الدفاع جيد شيئا ما يعني يعني لعب هنا في هذا المركز. لكن هو جيد كذلك كقلب الدفاع. متوسطا ميدان جيد بعض الشيء والهجوم جيد. هل يعني اصدقاء سوف ننتقل الى الجد ونبدأ في مباريات الاونلاين حتى نحصل على الكوينز ونقوم بتجميع يعني العادي من الكوينز لشراء او تفتيح باكيج البرازي. نقوم اولا بالسلام بعض الجوائز الخاصة بين هنا يا اصدقاء يعني كذلك هناك كوينز في هذه المهمات. يعني انما تقوم بمهمات تحصل على بعض الكوينز. اعطيني معلومات يعني هل افتاح على هذا الباكيج ام اقوم بتجميع الكوينز او اقوم بشراء الباكيج كامل او ماذا افعلي اصدقائي شاريف كل شيء في التعليقات وسوف اتبع تعليماتكم حتى يكون هذا الحساب جيد ومفيد لكم يا اصدقائي. انا قوم اولا بالسلام هذه الهدايا الخاصة بين هنا من كونامي. يعني اي شخص يريد بدء حساب انظري اصدقائي. لقد بدأت هذا الحساب الان منذ خمس دقائق فقط. ولدينا صراحة اللاعبين جيدين حتى الان. كذلك يمكننا الاستفادة من بعض الاشياء التي حصلنا عليها الان اصدقائي. انظر مثلا هنا. انظر يعني لدينا العديد من الهدايا كذلك هنا اصدقائي. اربعة واربعون هدية يمكننا استلامها. من هنا نقوم باستلام كل شيء. انظر الى الجي بي. يعني لدينا الان العديد من الجي بي. يمكننا التعاقد مع لاعبين جيدين بالجي بي. كذلك. قوم بالعودة الى كونتر هنا الاصدقائي. وسوف اقوم بشراء بعض اللاعبين. او اقوم يعني بالفتحة على بعض اللاعبين نقوم بالضغط على هنا وسوف نقوم الآن بتصير الفيديو حتى ليكون طويل ونتعاقد مع جميع اللاعبين ترجمة نانسي قنقر كذلك حصلنا على قلب دفاع الآن يمكنني إعادة بفارد إلى الجنح الأيمن ووضع اللاعب الأخر كقلب دفاع ويمكنني كذلك تطوير اللاعبي لأنني حتى الآن لم أقوم بتطوير ولا لاعبي أصدقاء أقوم الآن بالضغط هنا أقوم بيتم بلاي سائل الآن يظهر مع اللاعبين كما تشاهدون وهناك كذلك اللاعبين جيدين في الاحصيات لكن يعني حسب الخطة لا يتماشون مع الخطة حتى الآن لكن يجب علي اولا اصدقاء ان اقوم بتطوير هؤلاء اللاعبين يعني ارى اللاعبين الذين كانوا يلعبون في مركز قلب الدفاع سابقا يعني لا اتذكر حتى وجوه اللاعبين مثلا اقوم بوضع هذا اللاعب هنا اصدقاء اوكي الان تصبح الخطة هكذا ويعني اسوقها هكذا صراحة ان انا حائر الان ما الذي يجب علي فعله يعني سوف احاول ان اسوق الانسجام افضل واعلى الان اصبحت الخطة هكذا اصدقاء يعني اضفنا فقط تيو هيرنانديز وكذلك بافارد يعني اللي اعلم هل اضع بافارد هنا ام اضعه هنا اوه سوف اترك الخطة هكذا صراحة اضع بافارد كقلب الدفاع وتبقى الخطة هكذا اصدقاء كذلك الذي يجب بعض اللاعبين هنا خارج التشكيلة الان اصبحت الخطة جيدة من بعض الشيء سوف نستفيد منها ان شاء الله والان اصدقاء سوف نبدأ في مباراة الان لاين للحصول على الكويند الى هنا يا شباب نكون قد انتهينا من تصوير الجزء الاول من سلسلة انشاء حساب من السفر وللتذكير فهذا الحساب سوف تستفيدون منه انتم لانني سوف اقوم بتوزيع هذا الحساب على حساب الانستغرام الخاص به لذلك قوموا بمتابعتها على حساب الانستغرام الخاص به افضاع امامكم الان في الشاشة رابط الحساب كذلك موجود اسفل الفيديو في صندوق الوصف قوموا بتضغط عليه وقوموا بمتابعتها واذا كان لديكم اي استفسار قوموا بتواصل معي على الانستغرام الاصدقاء كذلك لا تنسوا دعمي بالزر لايك اشترك في قناة ترك تعليق محفزا او معلومات حول تطوير الحساب الى هنا انتهي فيديو اليوم اصدقاء اراكم في فيديو قادم ان شاء الله ودعا اشتركوا في القناة